الخب هذا والعيادة بالله لا يدخل الجنة والخب في الغالب يمارس التفريق يمارس التفريق بكلام معسول أو بعبارات منمقة يفسد فيها بين الناس ومن جملة ذلك الإفساد بين الرجل ومرأة ما يسمى بالتخبيب يخب بين الرجل وبين امرأته فربما قال كلاما للمرأة غيرها على زوجها غيرها على زوجها كأن يقول كلام والعياذ بالله معسول أو كلام منمق أو كلام فعلا حينما يدخل إلى قلب المرأة يفسدها فتتغير على زوجها وتتغير على بيتها وأيضا في المقابل قد يقول كلام للرجل يغيره على أهله هذا خب والعياذ بالله يعني هؤلاء الذين يخببون لسيما بين الأزواج يصدق أن نقول في حقهم بأنهم سفراء إبليس ورسل الشيطان ومناديب والعياذ بالله للشر من دوب في الشر لماذا؟ لأن بيت قائم وأسرة متماسكة فيسدها بكلمة أو بعبارة أو بتصرف نسأل الله العافية والسلام أيضا من التخبيب التخبيب بين العامل ورب العمل التخبيب بين العامل ورب العمل كان يأتي لي العامل يسأله فيقول له كم راتبك فيقول له والله راتبي كذا فيقول بس هذا راتبك فهنا يبدأ يتغير العامل يبدأ يتغير العامل هذه الكلمة التي ألقاها مثل ما يقرقر الشيطان في أذن الكاهن ألقاها فدخلت إلى أنفس هذا العامل فتغير على رب العمل تغير على عمله وأيضا ربما يبدأ لا يخلص في العمل ولا يخلص لرب العمل هنا يدخل في متاهات أو يفسده فيقول له هناك من يعطيك أكثر أو تعال عندي وأنا أعطيك أكثر هذا من التخبيب والعياذ بالله التخبيب بين الأصدقاء والأصحاب التخبيب بين الجيران عمو من الخب مريض وواقع في ذنب عظيم وذنب كبير